لماذا نملك أخدوداً صغيراً تحت أنوفنا؟ يعرف هذا التجويف الصغير باسم النثرة، فيلترام، أو التلم العمودي في أوسط الشفى العليا ونتج عن الطريقة التي تشكل بها وجه الإنسان على الرغم من وجوده في وجوهنا جميعاً، فقد احتار علماء الإحياء لفترة طويلة حول سبب وجوده من الأساس نتحدث عن ذلك الأخدود الصغير والغريب الموجود أسفل أنفك والذي يمتد إلى شفتك العليا تشريحياً يعرف باسم النثرة وهو موجود في وجه أي إنسان حاله حال الأنف والعينين لكن ما هو وما سبب وجوده؟ الإجابة عن هذه الأسئلة بسيطة، كل ذلك يتعلق بكيفية تشكل الوجوه داخل الرحم وأثناء النمو تشير هذه العلامة أي النثرة إلى المكان الذي تندمج فيه عدة أجزاء مختلفة من الوجه في منطقة واحدة ويوضح الدكتور مايكل موسلي في مقطع من برنامج داخل جسم الإنسان على قناة البي بي سي إنه المكان الذي تلتقي فيه أخيراً جميع أجزاء اللغز الذي يمثل الوجه البشري إذ تلتقي الأقسام الثلاثة الرئيسية للوجه عند شفتك العليا الأمر الذي يؤدي إلى تشكل هذا الأخدود الذي يمثل النثرة هذه العملية المذهشة برمتها حيث تجتمع الأجزاء معاً لإنتاج وجه بشري يمكن التعرف عليه تحدث في الرحم بين شهرين أو ثلاثة أشهر وإن لم يحدث ذلك بهذه الطريقة لأسباب وراثية أو بيئية فإنه لن يحدث أبداً وفي ذلك المقطع تحدث الدكتور موسلي عن مراحل تشكل الوجه داخل الرحم من خلال الصور المأخودة من عمليات مسح نمو طفل حقيقي ترجمة نانسي قنقر